فعلاً اليوم الأهمية بالنسبة لي أنا كصاحب عمل شهادة المرشح أم مهارة المرشح لما نتكلم عن شهادة والمهارة نتكلم عن مهارة صلبة ونجب أن نتكلم عن العقب على المهارات النائمة صح اليوم المهارة الصلبة اللي هي الشهادة اللغة مهمة جداً ولا يختلف عليها اثنين وهي العودة الركيزة الأساسية للنجاح أي شخص ودائماً المهارات الصلبة هي اللي توصلك إلى الهدف الوظيفة ولكن دور المهارات النائمة هي اللي تساعدك في أنك تتميز عن غيرك في نفس التخصص حتى تتدرج أي عشان مو فقط تتدرج حتى تجتاز المقابلة الشخصية صح أنت اليوم المنافسة شرسة مع وجود دخول الذكاء دخول التقنية والتكنولوجيا والتقديم على الفرص صار أسهل وانت جالس في بيتك بس برضو المنافسة صارت أشرس وأصعب من السابق يعني بالسابق كان فرصة تعلن عدد المتقدمين ما يتجاوز عزات كبيرة مقابلة